أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرّ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خذائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا اليوسف في الأرض يتبوأ منه حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نديع وجر المحسنين ولا أجر الآكرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأكل لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عيدي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بدعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى آلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا خانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أميتكم على أخيهم وقولوا فالله خير حافظه وهو الرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بدعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بدعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفز أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تبتوني موسقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوا موسقا قال الله على ما نكون وقيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواي متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن العكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنه من الله من شيء إلا عاجة في نفسه عكوب قضها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يسبأ وإليه أخوهم قال إن يناكوك فلا تغطيس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاة في رحل أقويه ثم أذن موازن أيتها لعير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفكدون قالوا نفكد سعى الملك ولما وجاء بهم يعمل بعيري وأنا به زعيم قالوا تالله إلا قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤهم ويقولتم كاذبين قالوا جزاؤهم ووجد في رحله فهو جزاؤ كذلك نريد الظالمين فبادأ بها ويعيد من قول عيائي أخيه ثم استخرج من عيائي أخيه كذلك كدنا ليسف ما كان ليغذفهم في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق قل لذي علم عليم قالوا إن يسك فاغذرك أقول له من قول فأسر يوسف نفسه ولم يؤدي لهم قال أنتم شر مكانا والله علي ما تسبون قالوا يا أيها العزيز إن لهم أبا شيخا كبيرا فقل أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال ما عاد الله أن نأهد إلا ما وجدنا متاعنا عيدهم إنا إذا لظالمون فلما استيسوا منه وقلسوا نجيا قال كبيرهم لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم مازقا من الله ومن قول ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبيه ويحمد الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بلك سرق وما شهدنا إلا إما علمنا وما كنا للغيب حافظين وأسألوا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل صولت لكم أمسك مورا فصورا جميعا عسى الله ويأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنه وقال ياسف على يوسف وبيتت عيناه من الحسن فهو أكذم قالوا تالله تبتأ وتذكر يوسف حتى تكون أعرضا حتى تكون أعرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بصي وحسني إلى الله وأعلى من الله ما لا تعلمون يا بني ذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيسوا من روح الله إنه لا ييس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الدر وجئنا ببدعة مجزات فأوفلنا الكيل وتستق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذا أنتم جاهنون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يسو هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويسبر فإن الله لا يديع وجر المحسنين قالوا تالله لقد أترك الله علينا وإن كنا لخاتئين قال لا تصرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو رحم الرحمن ذهبوا بقاميسي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بسيرا وأتوني بأهلكم مجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم مني لأجد رجح يوسف لأولا تبندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما جاء البشير وأنقاه على وجه فردد فسيرا قال لهم كلك مني علو من الضيما لا تعلم قالوا يا بان استغفر لنا ظنوبنا إنا كنا خاتئين قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يسبا وإليه أبويه وقال دبلهم إسرائيه شاء الله أمين ورفع أبويه على النرش وخره له زجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا يا أبني وقال قد جعل ربي عقا وقد أحسن به إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البضي من بعد أن ندق الشيطان بيني وبين إخواتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاتر السماوات والرداء وتوليه في الدنيا واللاقرة وفني مسلم وألحجني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليكما أبوت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولوحروا السهم يؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليهم عنها معردون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشهون أفأمنوا وتأتيهم واشئة من عذاب الله وتأتيهم ساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بسيرة أنا ومن اتمعني وسبحان الله وما أنا من المشيين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهلك من أهل القراءة فلم يسيروا في الأرض ويننظروا كيف كان عاكبة الذين من قبلكم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القراءة أفألم يسيروا في الأرض فيعضروا كيف كان عاكبة الذين من قبلكم ولداروا لأكرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استياسوا الرسل وظنوا أنهم قد قذبوا جاءوا نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد مأسنا عن القوم المدين لقد كان في قصصهم عبرة الليل للألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تستيق الذي بين ذي وتفسيل كل شيء وعوده رحمة اللقام يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أُوزل إليك من ربك لك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم ازتوا على العرس وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر فاسروا الآيات لعلكم ملكاء ربكم توقنون وهو الذي مدى الأرض وجعل فيها راس وانهر ومن قل سمرد جعل فيها زوجين سنون يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتبكرون وفي الأرض كدعم تجاورة وجنات من أعناب وزرعون أخيل سنوان وغير سنوان إن يسقى ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في اللقل إن في ذلك لآيات لقوم يعكلون وإن تعجف عجم قولهم أئذا كنا طرابا أئذا كنا طرابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأولاد في عناكهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ويستعجلونك بالسياد قول الحسنة وقد خلت من قولهم المثلات وإن ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العكاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك إنما أنتم موضل لكلك ومن هاد الله يعلم ما تحمل كل نسى وما تجد الأرحام وما تزداد وكل شيء عيده بمقدر عالم الغيب وشهادة الكبير المتعل سواء منكم من أسر القول ومن جر به ومن هو مستخف بالله وسارق بالنار سواء منكم من أسر القول ومن جر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنار له معجبات من بين يديه ومن خلفه يحفزونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأرسم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لكم من دونه موال والذي يريكم المرقى خوفا وطمأا وينشئ السحاب السقال ويسبح الرعد بحمده والملاكة من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجعدوننا في الله وشديد المحال لهم دعوتوا لك والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيء إلا كباسدك فهل الماء ليبل هي وفاه وما هو بيع influencer وما دعاه الكافرين لا إلا في ظلال ولله يسهد ما في السماوات والأرض وكرهم وذلالهم بالبدي والعصال قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتتغستم من دونه الأولياء لا يملكون لأنصهم نفعه ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والمسير أم هل تستغي الظلمات والنور أم جعلوا لله يشرقا قلقك قلقه فتشاب الغلق عليهم قل الله خالق بل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية مقدرها فاحتمل السيل زبدا رابعة وإما يوقدون عليهم في النار ابتغاء حلية أو متاع زبدا مثله كذلك يدرب الله العكوى الباطل فأما الزبد فيزب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفس في الأرض كذلك يدرب الله الأمساء للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهما في الأرض جميعهم اتلوا معهم لابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أمضل إليكم من ربي لكم كمن هو أعمى إنما يتذكرون للباب الذين ينفعون بأهد الله ولا ينقضون الميساق والذين يسلون ما أمر الله به أن ينسل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا اتغاء وجه ربهم وأطعوا الصلاة وأنفقوا مما ردقناهم سروا على نية يدرؤون بالحسنة السيدة وأولئك سيئة أولئك هم مقبى الدار والذين صبروا وجه ربهم وأطعوا الصلاة وأنفقوا مما ردقناهم سروا على نية ويدرؤون بالحسنة السيدة أولئك لهم مقبى الدار جنات عدن يدخلون أما وصلحا من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكات يدخدون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ونعمة والدار والذين يأخذون أهد الله بعد ميساك يقطعون ما أمر الله به أن ينسى ليفسدون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سود دار الله يبسط الرزق لمن يشاقدر فريق الحياة الدنيا والحياة الدنيا في اللاقرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لأولى أنوزل عليه آية من ربه قل إن الله يفضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا إن بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات تبالهم وحسنماب كذلك أرسلناك في أمة قد ولد من قولها أمم لتطلع عليهم الذي أوحينا إليك وأم يكفرون بالرحمن قل هم ربي لا إله إلا هو عليك وكالد إليه متاع ولو أن كرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض وكل به النوت بل لله الأمر جميعا فلم ييسر الذين آمنوا ويشاء الله لا دننا سلم ولا يزال الذين كبروا تصيبوا مع صنع قارية وتحلوا قريبا من يداري حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استوذي برسول من قولك فأمليت للذين كبروا ثم أخذتم وكيف كان عقاب أفبنها قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاكم سموه ما تنبئونه ويما لا يعلم في الأرض بظاهر من القر بل زين للذين كبروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يدلل الله فما له من هذا لهم عذاب في العيات الدنيا ولا عذاب لا كرة عشق وما لهم يدون الله ميواق مسأل الجنة التي يعيد المتقم تجريمي وتحتها الأنهار مسأل الجنة التي يعيد المتقم تجريمي وتحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عكب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن اللحظة يمن ينكر بعض قل إنما أبرت أن عبد الله ولا أشك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك نزل الله حكما عربيا ولئن التمعد هوهم بعد ما جاءك من علمه لك من الله من وليه ولا ور ولا قد رسلنا رسولا من قبلك وجعلناها لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجلهم كتاب يمع الله ما يشاه يسبده عندهم الكتاب وإما نري أنك بعض الذين عدهم أونطا فينك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب أولم يروا أن نأتي الأرض ناقصها من أطرا فيها والله يحكم لا معكب الحكم وهو سريح الحساب وقد مكروا الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نس وسيعلم الكفار من نقب الدار ويقول الذين كفروا لستمر سلاق الكفى بالله شيدا بيني وبينكم ومن عندهم علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب نوز الله إليك لتخرج الناس من الظلمات لالوربيد لربهم إلى سروة العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شهيد وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على العاكرة ويسدون عن سبيل الله ويأبقون عوجا أولئك في ذلال بعيد وباء رسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم فإذن الله من يشاء ويديه من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد رسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات لن نرذكر بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل سبار شكور وإذ قال موسى لقومه ذكروا نعة الله عليكم إذا جاكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب ويذبحون أبناكم يستحيون رساكم وفي ذلك ملاء من ربكم عظيم وإذ تأدن ربكم لئن شكرتم لا زيدنكم ولئن كبرتم من عذابي لشديد وقال موسى أن تذكر أنتم في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلهم قوم نوحي وعادي وسمود والذين من معدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات وردوهم ويديهم في أفواهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلهم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريبا قالت رسلهم بالله شك مواتر السماوات والرض يدعوكم ليغفر لكم من ظنوبكم ويأخركم إلى جلم قالوا إن أوتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تسدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلهم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادي وما كان لنا نأتيهم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل عم الله وقد هدانا سبلنا ولا نسبر على ما آذيتمنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال الذين كبروا لرسلهم لنخرجنكم من أردنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكنا الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك من ذلك لمن خاب مقامه وخاف عيد واستطعوا وخاب كل جبار عنه من ورائه جهنم ويسقى بماء صديد يتجرعهم ولا يكاد يسيقهم ويأتيه الموت من كل مكانه وما هو بميته ومن ورائه عذاب وليز مسال الذين كفروا برب معمال كرما الدين اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال المعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشهده بكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقالت عفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فألا تنبغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو أدان الله لأدينكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيدون لما أقضي الضرب إن الله وعدكم وعدا لك وعدتم فأخلقتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعتكم واستجوتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أوتم بمسرخي إني كبرتم إما شرقتموني من قول إن الظالمين لهم إن الظالمين لكم عذاب نليم وأذكر الذين آمنوا عمن الصالحة جنات وتجري من تحتها النار وخالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام ألم ترى كيف دروا الله مسلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويدرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وما سأل كلمة خبيسة كشجرة خبيسة لتستثمين فوق الأرض ما لها من قرار يسبت الله الذين آمنوا بالقول ساعدوا بالحياة الدنيا في الله ويؤيدوا لله الظالمين وأفعلوا الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم وأحلوا قومهم دار البار جهنم يسلوا لها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليدلوا عن سبيله قل تمتعوا فإنما سيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سروا وعلى نية أمنوا قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولكن الله الذي يقلق السماوات والرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات ذكر لكم وسخر لكم في الكالي تردية في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأسنان رب إنهن أدللن كثيرا من الناس بمن تبع فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بيوت غير ذي ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهويه إليهم وارزقهم من السمرات لعلهم يشكرون رب إنهن أدللن كثيرا من الناس بمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بيوت غير ذي ذرعين عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهويه إليهم وارزقهم من السمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعال وما نخفي وما نعلن وما يفعل الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي يهب لي على الكبر إسماعي إلى إسحاق إن ربي لسمي الدعاء رب جعل لي مقيمة صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الهساب ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشكس في الأبصار مهتعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم ترفهم وأفئدة هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا آخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم زوالا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنوسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الوسال وقد مكروا مكروم وعند الله مكروم وكان مكروم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلق وعده رسله إن الله عزيز زمتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القحار وترى المدرمين يومئذ مقرنين في الأسباد سرابلهم قتران وتوشى وجوههم النار ليرزي الله كل نفس ما كسبت إن الله غسره العساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر